في اطار ملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم في العراق اعلنت السلطات العسكرية العراقية انطلاق حملة عسكرية واسعة لمطاردة مسلحي تنظيم داعش المتواجدين في مناطق صحراء الانبار وبين محافظتي صلاح الدين ونينوى ويرجح القادة العسكريون انهم فروا من المدن الى تلك المناطق لاعادة تنظيم صفوفهم واكد قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق عبد الامير يار الله ان قوات الجيش شرعت بعملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى شمال وشمال غرب العراق مبينا ان العملية جاءت ضمن المرحلة الثانية من عمليات تطهير اعالي الفرات وتبلغ المساحة المستهدفة في الحملة العسكرية اكثر من ثمانين الف كيلو متر مربع وهي عبارة عن مناطق صحراوية وسهلية واودية وتضم سلسلة جبال كانت مأوى للعناصر المسلحة خلال السنوات الماضية ووفقا لمصادر عسكرية عراقية فان العملية تحظى بدعم جوي امريكي واسع مؤكدة ان مناطق الجزيرة والصحراء تعد من اصعب مراحل القتال مع التنظيم وان العملية تهدف الى قطع هذه الطرق لمنع التنظيم من التنقل وتعزيز قواته لمهاجمة المدن المستعدة بعد تحرير قضاء ايرا واخر معاقل التنظيم في محافظة الانبار لم يتبقى لعناصر التنظيم سوى الصحراء وبعض الجيوب التي تتم ملاحقتها من قبل القوات الامنية في رأس الدوليمية الاخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر